ارتفاع على درجات الحرارة يوم الثلاثة وتقص ما تدل في الحرارة نهراً ومائل للبرودة في ساعات الليل وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري عزنا متابعين تقص العرب أسعد الله مساءكم من المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الغد ولكن تبقى أقل بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام ولتفاصيل هذه الأحوال الجوية ودرجات الحرارة كما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة الوالدة لدينا مع يوم الغد نهاراً الأجواء الربيعية اللطيفة في منتصف العشرينات في معظم مناطق المملكة قد تصل إلى 20 وقد تصل إلى 30 أو تكون الأجواء دافعة بشكل عام في الأغوار والبحر الميت وأيضاً مدينة العقبة في ساعات النهار من يوم الغد والأجواء تميلة البرودة في ساعات الليل في هذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء صافية درجة الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 17 كم في الساعة وفي ثلاثة الأيام القادمة يوم الغد 22 نهاراً إلى 13 درجة ليلاً ارتفاعات تدرجية على درجات الحرارة لنشاهد يوم الأربعاء 27 إلى 18 درجة وارتفاع آخر مع يوم الخميس ولكن الأجواء مغبرة مع اقتراب منخفض خمسيني من المملكة لتصل درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية و20 درجة مئوية كدرجة حرارة صغرى من العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من إربت نهاراً 26 إلى 15 درجة مئوية في المفرق 25 إلى 14 جرج 26 إلى 14 وفي عجلون من 24 إلى 14 درجة مئوية في عمان 22 إلى 13 في الزرقاء 26 إلى 14 في البلقاء 23 إلى 14 مادة بـ 22 إلى 13 درجة وأجواء دافئة في البحر الميت من 31 إلى 21 درجة مئوية في الكرق 23 إلى 14 في الطفيلة 21 إلى 14 أيضاً في معان 24 إلى 15 جبال الشرق 18 إلى 13 وفي العقبة 32 إلى 22 درجة مئوية في المناطق الشرقية رويشة 28 إلى 15 الصفاوي 28 إلى 16 وأخيراً في الأزرق 29 إلى 16 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة